نظمت قيادة المنطقة العسكرية السابعة مسيرا عسكريا شاركت فيها قوات الاحتياط التابعة للمنطقة الدورة الثالثة صاعقة لمسافة أربعين كيلو مترا وحية رئيس هيئة الأركان مشيدا بما أظهروه بقدراتهم البدنية والمهارية العالية محيا كل الوحدات العسكرية التي تواجه المشروع الإيراني الإرهابي على امتداد مسرح العمليات القتالية في أرض الوطن وقال الفريق بن عزيز مخاطبا الضباط والصف والجنود أثناء انطلاقهم في المسير أنتم أيها الأبطال حملة مشروع الأمن والسلام في بلادنا وأنتم من سيتحقق على أيديهم النصر لبلادنا وأضاف سنقضي على ذراع إيران في اليمن تنظيم جماعة الحوث الإرهابية وسنعيد لبلادنا الأمن والاستقرار والسلام وسيندم كل من تقع سعاني المشاركة معكم في الدفاع عن النظام اليمهوري والعدالة والمساواة وصناعة النصر وأحث رئيس الأركان أبطال القوات المسلحة على المضي قدما في التأهيل والتدريب والإعداد للمعركة الوطنية الحاسمة مؤكدا أن طلائع القوات المسلحة ستصل صنعاء ومعها كل أبناء الشعب اليمني وخلفها كل الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية أجمع مثمنا دعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في مختلف المجالات من ينبه أوضح قائد المنطقة العسكرية السابعة لواء الركن محمد المنتصر أن هذا المسير العسكري يأتي ضمن برامج الإعداد والتطوير النوعي لمنتسبية المنطقة مؤكدا الجاهزية العالية لتنفيذ أي مهام توكلها القيادة السياسية والعسكرية